أكدت مصر أحتمية المواجهة الشاملة مع الإرهاب أمنيا وفكريا مشددة على ضرورة تصدي لخطاب الكراهية بكافة صوره وأشكاله وفي كلمة له أمام اجتمعات التحالف الدولية ضد داعش بواشنطن طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد بوضع مدونة سلوك لوسائل الإعلام المرئية والرقمية للقضاء على خطاب الكراهية والتحريدة مؤكدا محورية دور المؤسسات الدينية المصرية في مكافحة الفكر المتطرف كما طالب شركات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهد لحظ في رسائل الكراهية والعنف عبر منصاتها المختلفة بشكل فوري وتلقائي